بسم الله الرحمن الرحيم اليوم شباب موضوعنا راح يتكلم عن تكنولوجي راعة من تكنولوجي مايكروشوفت اللي هي WDS اللي هي إختصاراً لإيش؟ للويندوز deployment server أيام الويندوز 2003 شباب شو كان يسموها الـ RIS هذا إيش؟ بالويندوز 2003 فكان يحكو عنها الـ RIS اختصار لـ remote install server طيب بدأ من ويندوز 2008 وفوق صار اسمها الـ WDS الـ WDS ويندوز deployment server وبيحكو لها كمان كمايكروشوفت مسمىها الـ MDT الـ Microsoft deployment technology أو MTD Microsoft technology deployment إذن هاي التكنولوجي راح نتحدث عنها قال لك شو هاي التكنولوجي وقال لك أنت عادة عادة بيكون أنت عندك بي سي هذا البي سي جهاز الكمبيوتر أنت ما علي operating system فاضي طيب أنت بدك تنزل علي operating system بالعادة بالعادة عادة نجيب cd dvd نجيب USB نخليها زي ما احنا شفناها صح طيب أو نحطه على hard disk نسخة إذن أنا بنزل هون نسخة عن طريق cd dvd يعني في external resources أوكي غير لك لا في wds أو windows deployment server أنا راح أعمل installation أو remote to deployment لoperating system for computers إيش؟ over the network يعني أنا راح أنزل operating system remotely remotely لهاي الكمبيوترات over over استخدم النتورك تابعتي over the network اللي عندي تمام إذن أنا لازم يكون عندي كمان السبيد عندي تكون سرعات أكيد محترمة طيب ولكن يا شباب أنا قبل ما أخوض بهذا الحديث منا نفهم شغله وخلينا نكون إحنا يعني مما دام إننا إحنا Microsoft Engineer أو إحنا إحنا إنا IT Engineer لازم إحنا نفهم مصطلحاته محددة بمعنى دائما يا شباب أمرت في المقابلات أما كنا نعمل interview مثلا بدي أقابل شخص أو مهندس computer أو إنجنير أو IT Engineer بغض النظر IT related كنا نحكي له أنا أقول له مثلا شو أنواع أو شو ال installation type أو type of installation لل Windows over pieces ممكن تشرح ليها وتذكر ليها ففي شخص يقول لك والله أنا بستخدم عن طريق DVD وانا بستخدم USB واحد بيقول لك عن طريق hard disk وأنا بعمل image أوكي هذا هذا مصطلح أي end user أو أي واحد في الشارع يعني أي واحد non IT أو non computer بيحكي لك أنا بنزل operating system أو بنزل Windows عن طريق CD DVD أو USB طيب إحنا ك IT Engineer لازم نعرف هاي المصطلحات أو هاي ك IT professional فلازم أني أما أقول لك أنواع type installation للأسف تسعين بالمئة شباب من ال IT managers أو ال IT ما بيعرفوا هاي المصطلحات وهالدليل ضعف وعدم احتكاك بالتكنولوجي أو عدم فهم التكنولوجي الخاصة بMicrosoft أو في أي operating system أنت لازم تكون عندك هذه بمعنى يعني أنا ما أقول لك يا شباب إنستيليشن شوف شو جوابك راح يكون إنستيليشن إنستيليشن طيب طيب أول إشي شو راح أقول لك في مصطلح بيحكولها ال HTI اللي هو إيه هاي تتش إنستيليشن هاي تتش إنستيليشن مصطلح الثاني إنستيليشن طيب قال لك أول واحد الهي توتش انستيليشن قال لك هذا من اسمه لازم تعرفه يعني هاي توتش انستيليشن يعني أنت تحتاج كامل جسمك أو تيجي أنت بالفيزيكال جسمك نفسه وتنزل وتستخدم اكستيرنا الريسورس مثل ذلك اذا هنا تطلب هذا المصطلح وهذا النوع من الانستيليشن وجودي كاملا بحيث أني أنا لازم اجي عندي جهاز البي سي هون وحط السيدي درايف ايش او اليو اس بي واعمل مثلا انتر وحط البوت سيكونس وحط مثلا بوت فروم مثلا سيدي دي فيدي او يو اس بي او مثلا من الهارد ديسك تمام اذا تطلب وجودي طيب هذا يسمى هاي توتش انستيليشن طيب الا الالتي اي الايت توتش انستيليشن قال لك هذا مثال عليه اللي هو التكنولوجي اللي احنا راح ناخدها الدابل يو دي اس قال لك ان ده هون انت عادة يا شباب انت عادة اما تيجي تنزل الويندوز على او بريتنج سيستيم على عشر اجهزة بدك تنزلها عن طريق الدي فيدي سي دي يعني يمكن يتطلب منك الموضوع يوم يومين يوم كامل يمكن تنزل هون هون وتاخد اكتر من نزخة للسي دي طب اذا كانت يو اس بي اكتر من يو اس بي طب انا ليش ليش ما روح على ايش اسمه لاي توتش انستريشن قال لك هذا النوع يتطلب ايش انك راح تنزل الوبرائتنج سيستيم اوبر ذا نتوارك يعني راح اعمل دي بلويمنت لالاو اس او الوبرائتنج سيستيم فور دا كمبيوترز وين اوبر ذا نتوارك يعني راح استخدم النتوارك تابعتي واستخدم التكنولوجيا او الفيترز او الرول الخاصة بيه بمايكروشوفت ورح اعمل دي بلويمنت لهاي نتخل الكمبيوتر سواء عشر عشرين تلاتين جهاز اذا انا اختصرت كثير من الستيبس والميثود بلس انه بش راح يكون اليك الوجود الكامل على الجهاز يعني راح تختصر ستين لسبعين بالمية من عمليات الهاي تتش انستريشن لانك انت راح نشوف في اه في المحاضرة خلال هاي المحاضرة اني انا راح اجهز نسخة اميج وبوت سواء هاي الاميج فيها رولز فيترز درايفرز اوبديت اللي بدي اياه واعمل له دي بلويمنت ورح يمكن اعمل سيسبريب اذا هذا النوع يسموه الالتي اي لاي تتش انستيليشن يالك الزيد تي اي الزيد تي اي اللي هو زير تتش انستيليشن مثال ذلك علي السي سي ام السي سنتر كونفغريشن مانيجر قال لك الدابلو دي اس اس نان كوميرش فرو مايكروسوفت 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 ماعطيتك اياه فري لانك مشتري اللايسون تبعته ويندوز ولكن هو نان كوميرش بعكس السي سي ام كوميرشل سيوشن بس تكنولوجي رائع وهذا الو كورس كامل بحاله يا شباب السي سي ام انه انا راح هنزل الوبراتينج سيستيم اوور بايت وورك ولكن لن يكون العامل البشري اي تدخل الدابلو دي اس انا كون احطي شباب دست اف اطناعش ولكن الاساسي ام سيوشن كبير جدا يمكن نروح يدور على الاجهزة اللي بس نازل عليها ونزل عليها بوريتنج سيستم طبعا هل منستخدم انا بحكي لك عن فيترز من فيترز الاساسي ام عداك عن الورنين والنوتوفيكيشن وا 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 اتسترا اللي بدك اياه بالاساسي ام فيترز ورول لا تتخيلها طيب على اله اللايسنز و اله طبعا مدفوع اوكي اذا انا موضوعي ومحور موضوعي حاليا ان الالتي اي الو دي اس اللايت تتش انستريشن اذا يا شباب بدك تكون على دراية اما واحد سلكش شو انواع الانستريشن او الانستريشن طيب برضو برجع انا بقول هون انا ما اجي احكي الو دي اس الو دي اس يا شباب الو بريكوزيت او الو ريكويرمنت طب ايش هي هي ريكويرمنت او ايش هي اللي بريكوزيت التي يتطلب يكون دي اتسي بي يتطلب يكون عندك كمان ايش طبعا الو دي اس يتطلب كمان يكون عندك بارتيشن نوعه فاس ويكون ايش عاد العالم اليس لانه ريكو يعمل تتش ان هل رح اتنزلها على يتطلب يكون عندك بي سي بي سي كومبيوتر وطبعاً كل الكمبيوترات الحديثة بدلاً من الفيلم التسعة وفوق أو ألفين وسبعة وفوق وأكثر سببورت إشي اسمه بيكسي بيكسي بري بوت إكسكيوشن إنفيرومنت قال لك هذا البيكسي اللي عن طريق بروتوكول تي أف تي بي تريفيل فال ترانسفور بروتوكول رح أنزل نسخة إيش اليميج أو الويندوز إيميج على هذا البي سي اللي ما عليه اللي ما عليه وبريتنج سيستم طيب إذن لو أنا آجي هون بالشكل المختصر أو أرجيك الصورة اللي عندي هون الويندوز ريكويرمنت دي أتسي بي دي أناس أكتف ديركتوري طبعاً دابلو دي أس وانتي أف اس وهذا الكلاينت طيب كيف بيتم عملية يا شباب عملية إنه إنستول للأوبريتنج سيستم طيب طيب البيكسي الجهاز الجهاز الكمبيوتر بيعمل بوت بيتشغل الجهاز باور أون هذا الجهاز قال لك إنه ليش لازم يكون دي أتسي بي دي أتسي بي قال لك هذا الجهاز راح يروح على الدي أتسي بي الدي أتسي بي قلنا إحنا بنقدر عن طريقه من كنفق أو من كريات سكوب أو بول من الآي بي فروم ستار تو اند صح؟ أوكي بلاس إنه دي أتسي بي إحنا من كنفق فيه يا شباب بكنا نعمل فيه من هاي الأوبشن إنه نحكي له عن مكان الدي أناس طيب فبيجي هذا البي سي بده يشتغل هلا بيجو هون طبعا عن طريق عملية الدورة بده يوخد طبعا عيش موضوع الـ وتحدثنا عنه من ضمن الـ راح يعطيها الـ موضوع الدي أناس فبيقول لك هون الجهاز طب أنا بدي آي بي آدرس عشان أعمل موضوع الـ تذكروا ليش شو هو الـ عشان أعرف حالي فأيني تورغ وشو أخذ الـ من الآي بي والسابنت أوكي أخذ هذا الجهاز الآي بي بعملية ون رد عليه دي أتسي بي بعمليته التو عطاه الآي بي وعطاه الـ أوبشنز أو السكوب تبع الدي أتسي بي ما فيها الدي آن أس طيب هذا الجهاز بيقول لك أنا بدي أوبريتنج سيستم فمين الدابليو دي أس اللي موجود عندي بالوان باللان ومين الدابليو دي أس اللي موجود عندي باللان ليش؟ لأنه أما أجا يبوت ما لقى للسي دي ولا هاردسك ما في أي أوبريتنج أو إكستينار رسورسي أوبريتنج سيستم فقال لك من ضمن الأوبشن أصلا الموجودة بالجهاز أنه بيقول لك إنستول باي لان نتوورك فهو رح يعني لان نتوورك يعني بيكسي يعني دابليو دي أس أوكي إذن أنا بدي دابليو دي أس فبيقول لك عفوا بما أنه أنت معاك إي بي أدرس ومعاك الدياناس إي بي روح مين أحسن واحد رح يدلك على المضوع مثل معرفنا الدياناس الريسولفينج الريسولفينج لوكيتر أو الريسولف أو الريسولف أو الريسولف لوكيتر سيرفيس سيرفيس لوكيتر بيدلك على الخدمات حتى اللي إيش شو بتشتغل كل تكنولوجي فقال لك رح على الدياناس اللي هو الريسولفر تبعه فقال له اسمع اسمع أنا عندي في هذا في الزونز تبعتي تكنولوجي أو سيرفر الدابليو دي أس اللي بتسأل عنه وهذا الاي بي تبعه فروح فهون أنا بخطوة ثلاث هون رجعني بخطوة أربعة فبيقول له هاي الاي بي تبعه وروح على الدياناس اي بي تبعه مثلا وان دوت وان اللي بي سيع السريع بأخذ هاد بيزد على إيش الأوامر أو بيزد على إيش التعريمات اللي أجت له من الدياناس إنه هذا الاي بي أدرس وروح طريقة خضرة فبروح وعلى الدياناس يا دبيانيو دي اس انت السيرفر فيك نسخ الامج اللي فيها الوبراتينج سيستم معلش تعطيني نسخة إذا أنا بي سي بدي نسخة ويندوز تين إذا أنا أوبراتينج السيرفر بدي السيرفر فبيقول له طبعا هون بعملية خمسة بيقول له ياس تفضل عن طريق تي اف تي بي بروتوكول وبعمل هذا الداولود بشرط يكون عندك كارت النيتورك سبورت البيكسي طبعا راح نكارية نحن في الديات سي بي طبعا يا شباب بورت خاص أو سيرفرس الخاص طبعا بالبيكسي وراح يقشر عليها على البورت ستين رقمها طبعا ستين راح نشوف هذا عينينا إذن هذا هو يا شباب الكونسبت أو كيف انه التكنولوجي تبعد الو دي اس بيشتغل تمام؟ هذا يا شباب اللي هو الجانب إيش؟ النظري وتكلمنا عنه نروح على الجانب العملي ونمشي ستب باي ستب أنا عندي يا شباب بدك تعرف بدك تعرف انه 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 دابلو دي اس يا شباب انه دابلو دي اس انه دابلو دي اس بنزل لازم ينزل فلان أو في انفيرومنت لازم يكون فيها دي اج سي بي نازم و دي ان اس طيب و اكتف جاريكتوري طب بيقدر انزلوا ستاندالون على ووركو جروب لحالو ياس؟ تقدر ولكن انا شو بدي يكون على ووركو جروب انا بدي استفيد من الفيتشورز والانتجريشن تبعت الدومين وتكلمنا عن هذا الموضوع طيب الو دي اس يكون نازل على السيرفر اللي عليه الدي اس بي طب بصير ينزل الو دي اس لحال؟ بصير 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 بص لازم تعمل ثم شوية كونفيجريشن صغيرة اذا ما كان نازل بنفس السيرفر اللي نازل فيه دي اج سي بي ولكن لازم يكون عندك فلان على الاقل في دي اج سي بي وشوية كونفيجريشن هلا رح نشوفها صغيرة رح يصير ايش بناتهم وضع انتيجريشن ولكن تنزل الو دي اس و دي اج سي بي على نفس السيرفر اوكي؟ طيب طيب انا عندي هون عندي انا هون اللي هو سيرفر دومين كنترولر تكت عشان بس نختصر موضوع العدد للبي امات بدي انزل على نفس الدومين كنترولر الو دي اس اوكي؟ طيب بمكانك طبعا تبيض صح انك تنزل الو دي اس لحال على سيرفر لحال تمام؟ او معه دي اج سي بي طبعا انا هون عندي دي اج سي بي اخدنا دي اج سي بي وتعرفنا على دي اج سي بي اذا لازم اول اش تكريت او تنزل الرول الخاصة بالدي اج سي بي تمام؟ بلاث بلاث انه يكون عندك سكوب هذا انت السكوب هايو كنكريته وتعمل اللي اكسي كلود واللي انت ايش؟ بالدكية لو اجان هون على السيرفر اوبشن انا عندي السيرفر هي الدي انا اس انا عندي الدي انا اس محاقق شرط كنترولر عمان الدي او اكتف دي ايكتوري السيرفر اوبشن اطلع شباب هاي السيرفر اوبشن هل راح نضاف اشي فيها ليتر اون راح نشوفها هاي السكوب اوبشن طب تمام اذا انا كدي اج سي بي جاهز ممتاز اذا انا بدي اروح على المانيج اه شغلة ثانية نتأكد انه نازل عندي بارتيشن للانتي افس يعني عندي بارتيشن هار ديسك انا نزلت واحد عندي هايو وكافة الانتي افس امتاز اذا بدي اروح على الاد رول وحكي له ياس نيكست 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 ويندوز ديبلويمنت ويندوز ديبلويمنت شيرفيس سيرف ис الويندوز ديبلويمنت سيرفيس مع صفر الانفصال واليكلمي التحكير الويندوزzte Pamzi او games وںสال هايو عملية حتىて انتواق او create اليكلمي وتتم بيستحكير و الانفصال سريع جدا هايو سهلا نيكست نيكست ناكس جالك في عندك يش يسمى الديبلويمنت سيرفر هذا هو طبعا الرول او السيرفز الرئيسي اللي بتنزل ايش بيقول لك تفول الفنكشواليتي of windows deployment service which you can use to configure remotely and install windows operating system عشان هي كما قلتلك كان في الالفين وثلاثة يسموه ال RIS remotely in install server ممام فبيقول لك you can or create customized image and then use them to re-image computer deployment server from the transport server هذا اللي نيجي عليه هذا باستخدم خاصية سبب سموها multi casting on stand alone server you can use transmitted data using multi casting راح نشوف هاي التكنولوجيا الرائعة والرهيبة في ال WDS وش التحسينات اللي حطوها فيه وافدتنا وريحتنا جدا ثم نيكست انيستول ونس إنو خلص الانستلعيشن للWDS ان شاءالله احنا شباب ايش منكمل اذا يا شباب احنا خلطنا الانستلعيشن ممتاز بروح على التولز بروح بدور عليه اسمه ويندوز ديبلويمينت سيرفر او سيرفز اول ما تفتح انت الكونسول الخاص بالويندوز ديبلويمينت سيرفز عندي هون بعطيك هون علامة ايش التعجب بيقول لك صح بيقول لك ان لازم تكون انت عندك ادمنستريتر ويكون عندك صلاحيات فانت لازم تقول له ادمنستريتر سيرفر ولازم شو بيحكي لك معلش سمح تذكرك بهاي الامور بجين او بفور يو بجين تحدثنا عنها يا شباب ونقل لك اما لازم يكون السيرفر ممبر من اكتيف ديريكتور دومين سيرفر او دومين كنترولر او دومين كنترولر بس الاحتر انك لا يكون معك انت عند دومين كنترولر لكي تستفيد من خصائص الدبنت الخاصة مثلا بالاكتيف ديريكتوري لازم يكون في اكتيف دي اتش بي سيرفر في النتوور وهذا يوجد ايضا لازم لبيكسي لما يستطيع ان دي اتش بي او اي اي بي ادر لازم يكون عندك دي اناس و يجب أن يكون لديك إيش الله. كله عندي كل هذه الأمور. سأقول لك مرة ثانية. أنت هذا السيرفر الذي عاملك هذا بالUDS و ستنزل عليه هو واحد من إنتيجرات مع الاكتف ديركتور. يعني هذا السيرفر من الاكتف ديركتور سيرفر من الاكتف ديركتور ديمين سيرفر أو الدومين أو الدومين كنترولر يعني سستفيد من الفيتشور أو الانتيجرات الرهيبة على مستوى الدومين. أولا سيرفر سيرفر و أما قلت لك و حكيت يعني 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 قلت لك ما علي أي ما علي أي أكتف ديركتوري. قلت له أنا لا إنتيجرات ديركتوري. أقول لك آه الريموت انستلعيشن فولدر لكيشن بدك تعرف إنه هذا الكنتين البوت إمج. انستول إمج بكشي بوت خالد. فائل و ويندوز ديبليمت سيريس مانجمينت تول. تشوز البارتشن بيقول لك إيش عندك لارج إناف اللي 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 سوف نعرف دي اتسي بي شباب انه دي اتسي بي بورت بشتغل على بورتات صح يا شباب قلنا انه بشتغل على بورت اللي هو سبع ستين وثمانية وستين صح ولا لا يا شباب تمام ممتاز اذا لازم نعرف يا شباب انه بحكي لك اذا انت بتستخدم الدي اتسي بي بروتوكول روننج على هذا السيرفر راح يشيك البوث بقول لك اذا انت منزل دي اتسي بي سيرفر على السيرفر اللي انت نزلت عليه الدي اتس بتحط تشيك بوث اف دا فولوانج تشيك بوكس يعني بتحط ايش على التينتين هذول التشيكين ليش بقول لك ليش لانو دي اتسي بي توز ان الابروبرايت بيكسي اوبشن تو اول دي اتسي بي ان دي اتسي بي بيرجين سيكس راح نشوفها راح نشوفها راح اكام فيك واكرية في عندك في الاوبشن بيكسي اوبشن اسمه بيكسي ورقمه ستين راح نشوفه اه وأقول لك افويو الخيار الثاني إفنان مايكوسوفвет��ş سيرفر ر射نق نشوفهur اذا انت مش مش 미ش بالدي coupon سيرفر على هذا السيرفر يعني هذا بس دابل Uds وفيه سيفر الثاني مشغل عليه مثلا دو مان كنترول ونفس الوقت مشغل عليه دي يعني هذا الصفر بس WDS بقول لك في هاي الحالة بس بتحط check على وين مانيوال وين على listen do not listen the htb and the htb version 6 port وراح ايش مانيوالي configure the htb option 60 and the htb vendor class for proxy the htb وحكي لك بعدين the windows deployment service بقول لك هون the windows deployment لقط او اكتشف انو عندك مايكروسوفت the htb service running on this server سو راح تسليكت the following two option وعقول له يس طب ايش يعني do not listen to the htb and the htb بورت احنا حكينا يا شباب انو في اجهزة راح تكون عندنا نازلة عليها operating system اذا هي راح تاخد ibe address ع تشتغل على بورتات بورتات ايش راح تشتغل عليها بورتات راح تشتغل عليها حكينا 67 و 68 صح ولا لا فبيقول لك بقول لك يا معلم اذا هذا الاجهزة هاي الاجهزة وعليها operating system do not listen خلص لا تتعمل listen على بورتات البيكسي 60 خلص نازع عليها operating system ولكن بيقول لك انت هذه الاجهزة راح تاخد operating system over the network عن طريق البيكسي في عندك أوبشنس من هاي الأوبشن أول أوبشن بيقول لك دونات رسبونس تواني كلاينت كمبيوتر يعني ولا جهاز حتى لو جهاز ما علي أوبريتنج سيستم لا تعمل لا رسبون ولا تعطي إيش أي أوبريتنج سيستم فبليش مهندس شو استفدنا يا سيد العزيز في ناس بتنزل للدابيلو دي أس وخلص بتشعمل رسبونت أولي وانس إنه مثلا بدي يستخدم الدابيلو دي أس بعمل رسبونت أولي إنه يعني يلا أوكي مع أنه هلا في عندنا أوبشن كثيرة فبيحكي لك بديش تستقبل ولا من أي حدا إلا كأنا تأدمنستريتر أجي وحكي له هذا الأوبشن تمام نسمح له طيب إذا أنا لو حطيتوا أني راح أسمح للأجهزة اللي هي معروفة عندي في الشبكة عن طريق كيف عن ضريق الماك أدرس عن طريق الجيو آي دي أنا راح عايلهم منه هاي الأجهزة الماك أدرس هاد باسم الجهاز هاد دنزل علي أوبريتنج سيستم إذا إذا حطيت هاد الأوبشن إذا راح نروح لهاي الميثول إرسبونس تو أولي كلاينت كومبيوتر سواء النون أند أناو سواء أنا معرف عندي أو بشي معرف عندي أنا بدي أنا زيلا أوبريتنج سيستم لو طلب نسخة إميج عن طريق البيكسي إذا كما تعمل هاي الحركة فيه كمان أوبشن هون تمو خير إلو يا راح تحطوه لريكوائر راح نشوفوه وإذا ما حطيت لوش أن تشيك برضو راح ينزل أوبريتنج سيستم بس تمام هون برضو بوخد ولكن برضو لازم يكمل موضوع في الاثنتيكيشن بيب أنا شو بدي أعمله بدي أقول له يس رسبون تو اولي كلاينت كومبيوتر ويو كان موديفاي هاي سيتنج راح نشوفها من كونسول دابيلو دي اس ناكست جاست إنو كونفجر للويندوز ديبلونيس سيرفيس وبعمل ستارتنج للسيرفيس سعيتها إحنا إيش شباب كمان منبلش نعمل إيش موضوع دابيلو دي اس يالك هون عطاك عليها بس بدو بقول لك الالس تارتنج للسيرفيس تمام مووري تمام أموري جاهزة عطاني كل إيش ستارت عطاني غرين إذا يمكن تستارت تنسطل الإيميج أو تشعر الإيميج على الدبي و دي السيرفيس لو أنا جيت هون يا شباب عندي الدابل و دي اس الدابل و دي اس عندي في نسطح هون عندي مثلا اسم طبعا الدابل و دي اس هون عندي اسم الدابل و دي اس فنسمي دابيل و دي اس او الاسمي بدك ايها طبعا انا هون عدو مين كنترولر فمنازلوا هيك الموضوع تمام طيب لو انا جيت هون يا شباب عندي راح يكون عندي انو استول اميج و بوت اميج بدك تعرف يا شباب انا بدي انزل نسخة فيا باج من هون تقول انو استول اميج فهم وقال لك هون ما تعمل انستول الاميج بيقول لك this wizard to add انستول اميج to our server انا يا شباب حاليا 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 جهزت ال WDS انا حاليا جهزت ال WDS وكل requirements ولي prerequisites اذا انا عندي هون عندي هون ال WDS طيب اذا انا لازم انا اجهز النسخ الاميج الاميج اللي هي ايش الاميج سواء ويندوز 2016 10 19 8 اللي بدك ايه اذا هذي الاميج اذا هي نسخة اللي نستول dot wm ويندوز اميج بلاس لازم انزل كمان البوت اميج هل اني اجعل المرحة انا عندي هون عندي هون انستول اميج فقالك بدك تحطها في ال default group هاي لا انا بدي اعمل customise to organize عندي نيتورك فانا بجيب اقوله لو سمحت add image هالي خاصة في الويندوز في الويندوز operating system 2016 2016 خليه تمام اوكي يمكن انت تعملك كمان customise standard اوكي وانس اني انا عملت هون اذا انا بامكان اقوله add direct خلص راح ينزل في ال group او انا بامكان اقوله طيب حطات group كمان بامكان احكي له مثلا كمان خلينا انا احكي مثلا اوكي له add كمان الويندوز 10 طيب مدام انا شبا عملت groupات بامكان احكي له add install فبقولك ماشي انت اين نسخ اي group بدك اوالله بدي له 16 next خلص اذا انا بدي اجعل هاي ال image file او ال wizard هاي direct خلص ما بروح انا على ال group اللي كريته بقول له خلص فبقولك enter the location of the windows image file contain damage اوه طيب انا نعب يا شبا معلومة ان عندي ال operating system عندي هذا بالداد هذا ال operating system اللي عنده 2016 مش انا عن طريق ال vmware بدخل عليه طيب على ال open new window قالك اصلا انت بتدخل على sources هاي اللي هون في اشي فايلات شايفين هاي فايلات بهمني اهم فايل بهمني اشي اسمه install install wm install يعني windows image هو حجمه تقريبا اربعة جيجة خمسة جيجة الاشي هذا هو الشباب ال operating system ال image تبعت ال operating system تبعتي فاذا انا بدي اياها وقالك فيه ملف تاني اسمه ايش البوت حجمه صغير جدا لا يتعدى اثنين وخمسة او ثمانين ميجا ايش هيك كيلو باين طيب ايش هادا قسط البوت البوت شباب بش احنا كنا نحكي انه ال operating system او windows اول ما يبوت بيعمل عملية بيسموها البوست من البايوس فبيشيك بشيك فيه 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 كارت الشاشة الماوس الكيبورت بعدين بروح على ملف ايش يسمو ايش البوت حتى يستدعي ايش ملف الويندوز يبوت ال operating system اذا انا لازم يكون عندي البوت او ملف البوت حتى ايش يستدعي الويندوز ويعمل بوت ال operating system وندخل على ال ويندوز اذا لازم يكون عندي كمان بوت فايل تمام حلو اذا انا راح استخدم هادولا التينين اذا انا بدي انا نزلها سنسخته في ال install image وانا شو بقول لك بقول لك بقول لك نوت the default boot and install images boot اللي هو boot to the wm and install to the wm are located on the edge on installation dvd وين في sources folder رايما شوفنا يعني الجماعة بيدلوه بقول لك بدك تلاحظ لازم تروح على هون طيب هم برضو قالوا لك انت بتروح على dvd على السورس تبعك by default اصلا انا انا هون طيب ما تدخل على السورس راح اطلع لك بس هدول الملفين عشان ما اغلبك طيب فانا بدي ايش اول اشي اللي install the wm ليش لاني واقف على الفولدر اللي بخص اللي install images فبقول له تعال حجمه كم اربعة جيجا واشي طيب اوكي next بقول لك اوكي هذا الافلبل الامج اللي في اللي احنا شفناها contains the following image بشي احنا كنا يا شباب ما كنا نعمل بوت من ال operating system من cd dvd يطلع لي هدولا انه مثلا data center و core و experience اللي حكينا عنها يا شباب تذكروها هاي طلعتنا نفسها بالزبط لانه طم طلعت له نسخة اما عملت له لنسخة ال windows قال لك فيهم هدول ال data center وال standard انا لا بديش ال core فبقول لك هون مثلا server standard core ما بديها وهون شو بقول لك server standard هاي تبعت desktop experience تبعت GUI طيب وهاي تبعت data center core ما بديها بيمكنك تخليهم اه بيمكنك تخليهم ال 4 بس انا بدي مثلا اخصص هاي الامج خاص لا اي اشي data center مثلا server انا بدي نزله later on 4-5 server بدي نزل عليهم نسخة data center هاي موجودة فبدي اعمل انا كاستماعز لك انت عادي 2016 data center GUI طب بيقول لك عفوا انت بديك تستخدم ال default name لا انا بدي اسميها انا بدي اسميها ها شايف كيف طلعت اياها فبدي اقول له انا عشان اوريك اني انا windows 2016 data sent اقول لك ها ها two k 16 16 data center طبعا ال two k شباب مصطلح بيستخدموه يعني بدل ال الف كانوا 2016 يعني النصير بيقول لك تبه ال description بتدكي ايك هو ما بيسير انا بيسير اقول له مثلا 2k dc digitsenor underscore gy سأخبره أنها نسخة نسخة أو أخبره سأخبره تبعاً 64 سنعرف ماذا يعني ونستنى يا شباب حتى يعمل جينيريشن أو أدنج للويندوز أين عندي على المخزن عندي أين هذا المخزن عندي؟ أنا عندي بش هون؟ قلت لك عندي هون أنا عملت مخزن أين وهيه؟ هاي اليميجز هاي أنا شايفين القربات اللي عملتها هس رح يضيف لي هون هس هذا فاضي بس أما يخلص رح يضيف لي هون وهون لسه عندي فاضة أضيف إشلتين تمام؟ إذن هاي جميع اليميجز وجميع البوت رح ننزلها كمان بالأركتكتر تبعتها طبعاً فيه تيمبليتز في الستورز هاي رح نحكي عنهم نستنى تحتى يخلص بخده أربعة خمس ست دقائق بعدين منكمل إذن يا شباب هون هيخلص طبعاً هون بيعتمد كمان شباب على حسب مثلاً إيش السرعات لازم تكون عندك في السويتش في الجيجا خصوصاً إذا كان عندك الو دي اس طيب إذا أنا هون عملت يا شباب أدن إلى الويندوز وعطاني الويندوز وعطاني الويندوز بروح على الخطوة الثانية إذا أنا بدي أنزل بوت إميج وهون البوت إميج مش معطيني شباب لأن البوت إميج حالياً كل الاركتكتر تبعتنا كلها 64 بيت فإنت بإمكانك تستخدم نفس البوت لعدة سيرفرات تستخدمها وتستخدم نفس البوت أو نفس الاركتكتر إذا عندك طيب نزل الويندوز نزل الويندوز إذا عندك ويندوز تستخدم الويندوز فهو يقول لك خلص يمكن يكون نفس البوت إميج يستخدم لعدة سيرفرات وتنزل الويندوز عادي ما في مشكلة خصوصاً عندك أكثر من وبيستخدم كل واحد بإمكانك تنزلهم من وين بتروح برضو بيحكي لك النوت بدك تروح على نفس السي دي دي في دي على الصورس بلدوز فولدر فأنا بدأ روح على الفولدر نفسه وأنا بدأ أحكيله على البوت لو سمحت اوبن نيكست هدا بخدش كتير طب شو بدك تسمي خلي أخي نفسه أو إنت بإمكانك مثلاً تسمي إنت اللي بدك إيا تمام نفس موضوع إيش الويندوز إميج نيكست طبعاً أجو بحكي لك هون إنه هدا الستاب خاص في مايكروسوفت للي بتشتغل على إيش تمام نيكست نعم نعم أضع الإميج تبعات الخاصة بالبوت ها بيرفكت بيرفكت إذن أنا أموري صارت مية بالمية فلو آجي هلا أنا هون لو آجي أنا هون آجي أنا هون على الإي راح أشوف إنه عندي في الإميج صار عندي إيش ها شباب هاي ها إنستول إميج هاي ها شايفين ها هذه هي أربعة جيجا حجمها هاي ها هاي نفسها هاي تمام ولو آجي عندي على البوت على البوت الإميج راح ألاحظ عندي كمان نزل هون الاركتكتشر الخاص بالأربعة وستين بيت عندي هون كله كله سواء عن طريق اللي هو البايوس أو اللي بيستخدم اليو إي أف آي اللي حكينا عنه تمام؟ هاي شايفين بيرفكت أموري أنا هيك يا شباب إيش مية بالمية إذن أنا هلا شو بدي أعمل خلينا نشوف بعينينا بس قبل ما أعمل هالشغل أبدأ أجريكم هون أنا شو استخدمت لو رحت على الو دي اس هون على رحت على إيش يسمو شايفين تذكروا هاي اللي طلعتنا أثناء الويزرد فأقولوا لا فعندي صوتة اللي عندي بإمكانك تتعدلها من هون وراح نحكي عن موضوع شو يعني دي لين ساكند والبريفير سيرفر بيكسي ريسبونس بس أعرج على شغلة صغيرة الدي اتسي بي الدي اتسي بي يا مهندس نسيتم؟ لا مش نسيه بس أنا كنت أخلص الكون فيجريشن عشان أحكيلك عنها فأنا بدأ أروح على الدي اتسي بي عندي هون وأجي أوريك موضوع إنه إيش إحنا شفنا إنه ما كانش نازل إشي بالسيرفر أوبشن أو السكوب أوبشن طيب حلو عني شو يعني طب أصبر علي شوي أنا عندي هون عندي السيرفر أوبشن أوه هيا هيا شباب السيرفر أوبشن بيش كانت فاضية هون عندي ما جيت هون هيا نازل السكوب اللي نازل في السيرفر أوبشن أوبشن نيم ستين بيكسي كلاينت نزل اللي حالو هايو هايو شو رقمه ستين فلو أنا بدي أضيف فرضة كونفجر أوبشن صار محجوزي ستين نمين هايو ويندس دي بلويمين سيرور آي بي فيجين فور بيكسي سابورت أوبشن سلام يا سلام طب والتمنى ستين هذو الخاصين إيش حكينا في موضوع إيش الدي اتسي بي تقني okay guys تمام حلو طب ولو أنا ما عنديش لو أنا مثلا جيت هون و23 عملت الريستارت أو نزلت دي اتسي بي أو نزلت الدي اتسي بي بعدين نزلت الدي اتسي بي او مثلا نزلت ا mph WDS لحال و DHCP server لحال كيف تعمل؟ طب و هيك مش رح بتكرات لي الW طب أنا لو نزلت فرضا عندما وزلت الWDS بعدين نزلت فوقي DHCP فأنت لازم تعمل التالي لازم! لازم جي ما حكينا بتروح بتشغل الل او لازم تيجي هون تحكيله لو سمحت properties بشغل ال t او اللي احنا شفناه properties اجي هون تضع البنور التالي تأتي هنا على الديات سي بي سيرفر شو بتقوله لو سمحت هون بتقوله إيش ريستارت أو ريستارت للسيرفر كامل تضع الديات سي بي تطلع لك هنا طب مثلا المهندس ما طلعت الشو عمل ساعتها بقول لك بتروح هون شو بتحكيله تضع الديات سي بي تضع الديات سي بي شو بحكيله ست تبريد ديفاين اوبشن اللي اخدنا في ال DHCP شو بحكيلو؟ بدي احطها في ال DHCP ايش؟ standard option احنا حكينا لو بدك تكاريت كلاس يعني اشي تاني انا ما بدك كاريت كلاس جديد فندور انا على نفس ال DHCP server شو بدي احكيلو؟ لو سمحت create set be defined هون عندي هون هذا اللي هو standard DHCP انا اللي بستخدمه في كل هاي السيرفز اللي شفناها الارقام تبعتها هاي كل اياتها صح ولا لا؟ انا بدي استخدم add ضيف لي شو رقمها اللي اسم هاده نفسه بالضبط هاي يعني انا مثلا هون بجهز دكيه على folder سوان عن طريق comment line عن طريق comment line او انت بديك تستخدمه عن طريق GUI Interface هاي هاي هاد هون عن طريق اذا بتكتستخدمه من net sh comment line او انه خلص لا بدي انا اضيفه buy HGUI فانت هون buy GUI بتيجي مثلا بس خلينا عشان name لازم تاخد ال name زي ما هو هون محطوط هاي ال name بتحطه هون الكود 60 description زي ما هو محطوط اللي شفناها description اللي هي ال H المحطوطة بدك تحطها بدك تحطها add to you ما في مشكلة وبتحكي له هاده بتقول له كيفه بطلع لك هون اللي هو هاده هايو string value ها زي ما هو هيك طبعا احنا شباب هادي ما منعملها يعني احنا هون هاي ها ما منعملها هادي ما منعملها من مرة ليش؟ لانه هو بنزل اوتوماتيكلي لحاله بس ان كيس هاي عرفت تعملها او عن طريق الكومنت line هاي ها هاي هايلك طيب خلصنا هاده شباب موضوع ايش؟ البيكسي طيب مدام انا البيكسي عندي نازل هون انا اموري تمام مية بالمية ما نازل البيكسي بش راح ينزل ايش نسخة ال الامجز والوندوز نسخة فلازم تكون مشيك هاي امور طيب خلينا انا اجي هون هسا انزل نسخة عندي كيف؟ خلينا اواريكم كيف؟ عادي بدي اجي اقول له اد نحن ثم وغله وقل له نيكست شو بدك تنزل؟ اا اوكي نيكست ديفيدي لا ولا من اي اميج ولا عيزته واستخدميش شو بدك تنزل؟ 2016 2016 وين؟ بدا نزله عادي زي ما تعلمنا هون شباب اللي تعلمنا مبدا نزله مع ليش انا عندي هون عندي على السيرفر عندي هون بدا سميها مثلا تست اي اشي بس انو تست راح اشطبها يعني مرح ارجيكم كيف راح تصيره سواء انت بدك تنزل طبعا هذا الوبراتنج سواء ويندوز 10 او 16 اللي بدك هي او سيرور انا بدي البيوز طبعا لازم يكون عن نفس النتورك ليش عشان نشوف الديات سي بي والدي اناس طبعا نكست نكست يس يدي 60 اوكي نكست نكست اموري تمام خلص بشيك الدي فيدي ما بهمني الدي فيدي شايفين مش حاطت انا ببهمنيش اصلا كل موضوعه حاليا بهمني هاي نيتورك اوكي خلص بيرفكت يس فينشت نعي سلام لا طيب بدي تعرفوا يا شباب اني انا بامكاني هلا اشغله عادي واعمل انه بريس 12 عن طريق البيكسي يعني لو انا اجي هون شباب تطلع هون عندي راح نشوف هال بقول لك البيكسي ريسبونس خلينا نحكي عنه هون هاي شايفينه قال لك انه البيكسي ريسبونس للكلينت عندك هون عندي هون هون بقول لك حتى يعمل البوت افتر ther the network boot is inisialized او انشيته بقول لك النوني كلاينت و النوني كلاينت انا مثلا انا عن الجهتين هسانا انا هون في طريقتي هاي لنون او النوني كلاينت مابيعرفني نحكي لك شو هو بس خلينا يحكي لك شو هال بقول لك أنت أول ما يبوت الجهاز يجب أن تضع الفتناش يعني بدأك مثلا الفتناش حتى يروح وديني على الفتناش يعني هو بدور على نسخة أنه إيش أخذ الدياتسي بي وكل إشي بس ولكن ما لقع على الدياتسي بي هس رح نشوف ورح يودي على إيش الدياناس والدياناس اللي حكيت لكم عنها كيف بيشتغل ميكانيزم تبعته كيف بيودي على الدياتس فبيقول لك أوكي يتطلب أنك تتقبس الفتناش لذلك ما قلت لك لايت تتش إلستريش إنه أكبس بس الفتناش عشان يوديني على الدياتسي ويأخذ الأكشن منه تقنستول الإمج ولا لا يعني بدون ما أعمل الفتناش خلص ما لقى أوبريتنج سيستم لا يروح لي خلص على إيش على إيش الدياتسي من غير ما أحكيها الفتناش طيب بيقول لي بشيك أحسن مهندس بقول لك آه بس في ناس إنجينير آي تي بيقول لك لا يا عمي أنا حتى أنا بديش حتى يغلط أنا ما بدي أفرمته فبديش يروح الجهاز دايريكت على الـWDS أنا بدي يأخذ مني أكشن خلص أوكي أو إلا continue the pixie boot أوكي continue the pixie boot unless إلا إذا مثلا اليوزر عمل escape خلص عمل لي إيش cancel أو إلا never continue the pixie boot طب أنا هو عامل الـPixie boot عامل موضوع الـWDS عشان أروح على أنزل operating system عن طريق إيش الـPixie ولا بيقول لك لا أنا مثلا في ناس بيقول لك ما بدي أستخدم الـPixie boot من مرة من مرة بعدين أنا ما بدي أبدأ فعقف سواء النون النون و النون نفس الشي شباب طيب أنا شباب رح أستخدم الف 2 عش رح أورجكيها بعدنا رح نستخدم هاي الأوبشنز بس قبلها إحنا سابقا كنا نيجي نروح مثلا أما أشغل الجهاز بتوريك هنا أوبشن حلو في الـPMW أقول له Power On The Two Frameware فوداني على نسخة إيش الـBIOS الـBIOS هون عندي هايها الـBasic Input Output System فأنا كنا نيجي هون شباب تتذكروا أروح على الـAdvance أروح على Security على البوت عندك الـRemoveable Device اللي هي الـUSB أو الـHard Drive طلع على الـPriority لترتيب وأنه يأخذ من الـUSB إذا ما ألاقي يروح على الـHard Drive إذا في عندك الـOperating System موجود بشيك في عندي الـOperating System خلاص بوت منه ما عندي الـOperating System روح على CD DVD أخذ من CD DVD طيب أنا ما بوت ما عندي USB وما شاف عندي Hard Disk في الـOperating System وما في CD DVD إذا بروح على آخر خيار الـNetwork بوت من إنتل هذه كلها من إنتل طبعا تقول له سببورت الـPixi كله سببورت الـPixi فأما تضعوا له هذا الخيار إنتر هو دايركت سوف يروح يعمل الـConnect مع الـWDS عشان ينزل نسخة الـOperating System هذا في الوضع إذا بدك تضعه طبعا أنا والله مهندس لا أريد أن ألعب بهذه الـPriority يعني بقول لك خلاص بقول لك أنا F10 هون عندي يس بديش أغير إشي وأنا راح أخذ إيش راح أخذ إيش الـOption طلع هون شباب شو بعمل بعمل إيش عن طريق إيش الـDATCP بدور الـClient هاي ماك أدرس تابعه بدور الـDATCP بودي وين على الـDNS أو بأخذ الـJUID أو الماك أدرس بصير بودي على إيش الـDATCP عطاه حسا بودي الـDATCP حسا بيقول له وروح أخذ هاي الـWDS ما عندك أنت Operating System وروح الـWDS فبتطلب مني يا F12 طلعوا عليها شايف كيف بعمل هسا بشتغل ها بقول لك F12 هاي ها عملت بسرعة لازم تكبسها بسرعة شباب F12 هاي ها download WDS هاي أخذ الـAction وبلش شايفين هلا بعمل لشباب لالفايل بدي تعرفوا صحيح يا شباب لازم لازم صحيح لازم لازم نروح على ضروري ولا رح يكون عندك error هاي دا شوف أنا عندي كمان VMware DHCP لازم تعملها stop عشان ما يخدش من الـDHCP طبعا تبعت ايش الـVMware أجبر وروح لأ فاعملها انت هون شباب ايش stop دير بالك أنا هون عندي بلش بلش شباب هاي يقول لك 109 109 168 1.1 الفايل بحمل البوت البوت 64 بت هاي البوت عشان يروح يحمل نسخة ايش بعد ما يجيب البوت وهذا ملف البوت بحمل نسخة الويندوز طبعا احنا شباب جاست انه يعمل الويندوز طبعا سبوريكم شو رحي ايش يصير الاكشن طبعا شباب في ملف البوت يعني بخد له تقريبا ثلاث اربع دقائق حتى بسرعة النتورك اللي عندك الـSPEED عشان هيك لازم تكون بالـGIG عندك الـSWITCHES مش بالـMIG بتاع بـKIL WDS لا بدك تكون عندك سرعات عالية الـSWITCHES او الـ INTERCONNECT خصوصا كمان لازم تكون عندك كمان كروة النتورك عندك حتى للأجي سبورت الـGIG السرعات طيب احنا هون اجست بس خليه يخلص هون طبعا شباب هاي بلش ايش يعمل ايش بـ جميل فبقول لك الـ Setup كيف تذكروا هاي لا يمكننا نعمل احنا شباب عن طريق الدي في دي سي دي خلص بلش يعمل ايش ستارتنج ها بحكي لك طلع بحكي لك الويندوز دي بلويمينت سيرفيس اللوكال طبعا انت شوف ذاك اللغة طبعا انا انجليش الكي بورت شوفوا محلة هون بيقول لك انتر يور يوزر نيم ان دا فورمات دومين يوزر اند جروب يوز اد او بدك انت مثلا يوز اد دومين دوت كوم طيب شباب احنا عادة معقول معقول مايكروسوفت هما الجماعة اعطوك هاي التكنولوجيا عشان ما يرقى الطريق في الشيء اللي يحط جهازه على الشبكة عندك ويالله ونزل الوبراتينج سيستيم هاي لقت الو دي سباك بس الف اطنعاش ما هي شغلة معروفة كان لك بدك تعرف انه لا انه في ناس لهم صلاحيات وثنتيكيشن او ثنتيكيتد يوزر هما بنزلو ايش الوبراتينج سيستيم يعني كيف مهندس يعني لو انا دي هون على النسخة يا شباب هون عادي واقلو رايت كليك واقلو سيكيوريتي راح تلاحكوا هون انه عاملين موضوع عشان ما دلك هو سيكيور اما نزلنا الروت قالك سيكيور مين يعني ايش تو ايش تو انستول الوبراتينج سيستيم فقالك اسمع هاي الجروب هاي اليوزر نيم اللي هي عندها صلاحيات انه ايش اتنزل الوبراتينج سيستيم فقالك باي ديفولت انا عامل لك الديفولت جروب اللي هما الاثنتيكيتد يوزر حكينا موضوع الاثنتيكيتد يوزر يعني اي يوزر على مستوى الدومين سواء بالفورست دومينج عنده صلاحيات ايش ريد اند اكسيكيوت وتنفيذ وليست الفولدر كونتنس وريد بس عنده هاي الصلاحيات ريد واكسيكيوت عندما في هذا الخيار مشكلة طبع الابشن طبع الالاو او طبعا السيستيم او الادبنستريتر فول او الجروب تبعت الدبليو دي اس اصلا المنشيئها عندها فول طبعا انا في حالك شما انده شو اعمل في حالتك انت لازم تعمل رموب للاوثنتيكيتد يوزر وتنشئ اللي جروب خاصة مثلا الاي تي جروب الاي تي جروب وعندها صلاحيات مثلا فول او عندها صلاحيات بس الريد اند اكسيكيوت والريد والليست عشان الخايف انه مثلا ما يعملوش ما يعملوا اي تعديلات او اي موديفات بس خلص هذا صلاحياتهم صلاح وبتحطهم اد بتضيف البده الدكية بتضيف تمام طيب انا الوثنتيكيتد يوزر هيك يعني اه هتسبر حوارجيك يعني لو انت اجي هون اقول له مثلا اي بي سي ام دو تي اسي انا عندي مهدي دو تي اسي انا عندي مهدي صح عندي هون شكلو اه دي بحكي يعني اوكي فلو ادخل على الاكتف داريكتوري اي تنك اني انا كنت عامل للاكتف داريكتوري عامل شوف طبعا عامل عامل اه ام دو تي اسين اتأكد اوكي والباسورد نحط الباسورد اوكي واحكي له ايش انتر اذا ما عطاني شباب اي ارر ومشاكل او عطاني مثلا رجعي يوزر نيم والباسورد اذا في مشكلة انه بطلب انتو ما عندك اثنتكيشك فالله ما عنده صلاحية رح يدله يقول له لا عطيني يوزر نيم والباسورد ما عندك صلاحيات عكسي ديناي مدام عطاني هيك طلعوا شباب select the operating system you want to install طلعوا شباب يا سلام فعطاني ايش النسخة اللي انا عملتها وسميتها طلعوا وهي description تبعها هاي شايفين وهي النسخة قلو بس next وبيبلش شباب ينزل ايش طبعا هون اوكي بدك تقسم وبيبلش يا شباب هون عندك خلاص ينزل نسخة ال operating system انا هون شباب طبعا مش رح اكمل خلاص وهي النسخة operating system يعني فراح اقول له power off خلاص يس واقول له هون بديش اياها خلاص delete عشان يكون عندي space كثير ما بدي اياها تمام